السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعيني جميعا على قناة InfoTech for You معاكم مروة سليمان وفيديو جديد فيديو إن شاء الله يكون مفيد على قناتنا النهاردة أنا جاي أتكلم عن You.com و You.com هو Search Engine زيه زي جوجل تقدر أنك أنت تخش وتبحث عن أي حاجة أنت عايز You.com شكله اختلف تماما عن الشكل اللي إحنا كنا شغالين عليه أو شرحناه سنة 2022 هتلاقي في فيديو على القناة كنت بشرح فيها محرك البحث You وكنت بشرح مميزاته وكنت بقارن ما بينه وما بين جوجل ولكن النهاردة أنا جاي أتكلم عن You باستخدام الذكاء الاصطناعي أو البحث باستخدام الذكاء الاصطناعي من خلال محرك البحث You لو دخلت على You وعملت Sign In بجوجل أكاونت مثلا على سبيل المثال هتلاقي إن الانترفيس بتاعه مشابه لشات جيبتيه زي ما أنت شايف بالظبط هتلاقي مفيش فرق كبير قوي في الانترفيس واخد نفس الشكل كلهم بيعتبروا شات جيبتيه كموضل بيشتغلوا عليه فبيبتدوا إن هم يعني يشتغلوا الحاجة قريبة للناس أكتر لأن ده كان أول حاجة Open Eye كان أول موضل ذكاء اصطناعي بدأ يلفت الأنظار بشدة وبعد كده بدأت بقية الشركات تشتغل على الذكاء الاصطناعي وتطور مواقعها وتطبيقاتها باستخدام الذكاء الاصطناعي علشان كده هتلاقي فعلا في شبه كبير جدا في الانترفيس زي ما إحنا شايفين وهو هنا بيحزو حزو بنج AI في العمل بالظبط كده يعني يواخد نفس الاتجاه تعالوا نشوف U.com في إيه طبعا U.com أول ما هتخش عليه لازم تعمل sign in علشان تتفعل كل الcapabilities لأن انت ليك 5 premium queries بشكل مجاني في بقية الحاجات المفتوحة في المدفوع عشان كده عشان تستفيد من كل الcapabilities الموجودة فيه في الخطة المجانية لازم تروح تعمل sign in إما هتستخدم أول مودة عندنا وهو ال smart mode فقط واللي يعتبر unlimited وفي نفس الوقت له real access على الانترنت أو بيديك access real time web results بيديك نتائج يعني محدثة لحد آخر وقت وبيديك كمان unique content بعض الناس هتقول لي طب إيه بقى الفايدة مبينة وبقية المودة سهنشوف مع بعض الكلام ده دلوقتي بالنسبة لل smart هخش هنا أكتب أي حاجة أنا عايزيها طبعا هو بيديني حاجات معينة كده زي inspiration أنا مثلا make your job interview thank you note هنا أنا حقول له مثال حقول له write a thing you email for the HR manager to hire me مثلا مثلا يعني طبعا أنا أقدر أكتب باللغة العربية بيدعم العربية وبيدعم الإنجليزية فما فيش أي مشكلة أبدا أن أنت تكتب الكلام ده باللغة العربية بس أنت لو حتبع thank you email أعتقد أنه هيكون باللغة الإنجليزية حتى لو بتتعامل مع شركة يعني كل الناس اللي شغالين فيها بيتكلموا عربي زي ما احنا شايفين حبص حلاقي هنا ده التمبلت اللي أنت حتستخدمه كل ما في الموضوع أن أنت حتحط company name position بتاعك field بتاعك الحاجات اللي موجودة كده ما بين practices حتبصت لقي أن أنت حتحط بس الحاجات دي وحطبعا لازم تقرأ كويس لأن فيه ممكن حاجات مش مناسبة للposition بتاعك أو للHR manager اللي أنت حتشكره فلازم تقرأ كويس لكن بشكل كبير جدا 90% من الحاجات أنت مش هتلاقي نفسك بتغيرها يعني هتلاقي الموضوع ممتاز جدا جدا وحيوفر عليك وقته وحيوفر عليك مجهود ممكن بالإنجليش وممكن بالعربي طب عشان أستخدم بقى genius وGBT والresearch والcreate هروح أعمل new chat مرة تانية وأبتدي بقى المرة دي أستخدم الجينيس وأول ما حدوس كده على الجينيس حبصة لي كده حيظهر معايا خمسة لخمسة أنا لسه ما فيش أي request على الأكاونت ده علشان أستخدم الخمس محاولات الخمس محاولات بقى تشمل الجينيس والجي بيتي فور والresearch والcreate مش كل واحدة خمس مرات هروح هنا للجينيس مود اللي بيحل أو بيجاوب أو زي ما انت شايف كده solve multi-step problems كده الحاجات المعقدة شوية أو specific شوية في advanced capabilities الإمكانيات أعلى من ضمنها including file uploads تعال كده نشوف file uploads file uploads بيقولك انت ممكن ترفع text files csv pdf code files وبيقولك بيعمل ايه مع كل نوع من الفورمات فمثلا انت ممكن يكون عندك pdf وعيز specific information أو معلومات محددة يعمل لك summarization يلخص لك ممكن يقرأ الكود مثلا ويقدر انه هو يديك يكسبلين الكود كويس جدا لو عندك كود في مشكلة ممكن يقولك المشكلة فين csv files ممكن هو يعمل analysis للdata وهكذا يبقى ازا دي الحاجات اللي يقدر يفيدك فيها انت بقى بتعمل ايه انت بتروح هنا تأبلود الفايل بتاعك هنا مثلا ده pdf عندي رفعته فممكن اقول له summarize بيديك علامة صحي كده معناها انه هو رفعه summarize this pdf in politics ابتدي كده لخصه لي في نقط حيبتدي انه هو يعمل scanning how to grow your brand on social media written by a وحيبتدي يحطلي في نقط السامري اللي انا عايزاه علشان يوفر علي وقت ومجهود في قرية ال pdf لو انا مهتمة ممكن ارجع لل pdf تاني لو انا مش مهتمة ممكن ان انا اتراجع او ممكن اخد النقط دي وابتدي ان انا اشتغل على نقطة معينة فيها وهكذا ده مثال للجينيس على سبيل المثال هروح تاني اعمل new chat وابص على حاجة جديدة وهي gpt4 ومن اسمه كده هو بيستخدم open ai gpt4.com. model فتقدر انك انت تستخدم الموضوع ده كانك بالضبط كده دخلت على gpt4 عملت عليه محاولة فهنا مثلا انا عشان اخد نتائج دقيقة عن حاجة معينة you are an expert you are an expert in writing cv write a professional cv for business developer position فانا قلتن انت expert in writing bcv اديني professional cv for business developer position هنا بقى حيبتدي اديني template دقيقة جدا باستخدام شات جي بي تي four هنا بيقولك هتكتب اسمك الادرس السيتي الايميل ادرس الفون دي الاوبجيكتفز طبعا لازم تقرأ الكلام ده وانت هنا مثلا بيزنس ديفولبر with over eight years ممكن انت تكون سنتين ممكن يكون لك experience تلاتة وهنا عطيك وظيفة البيزنس ديفولبر انت بيعمل ايه المفروض انك لو اشتغلت في المجال ده قبل كده تبقى عملت الكلام ده professional experience بتختار experience بتاعتك في company company اللي قبل كده اشتغلت فيها فين dates اشتغلت من سنة كام لكام وكنت بتعمل ايه ومن المفترض ان انت تكون كنت بتعمل الكلام ده طبعا انت ممكن انت تشيل بقى الحاجات اللي هي متعلقة بالشركة اللي كنت شغال فيها وتحطها وهكذا والأدوكيشن برضو هتحط انت معك ايه وينيفورستي ايه والكلام ده كله ده بالنسبة ليه التمبلت الخاصة بالposition اللي هو بتاعت البزنس ديفولبر مثلا او بزنس ديفولبر manager طبعا كل ده بيستهلك من العدد انا استهلكت حكتين من خمسة او توك ويرز من خمسة هنروح نعمل new chat ونبص على ال research هنا research mode بيعمل depth analysis او بيخش في العمق اكتر لو انت سألت عن specific topic فممكن يديك الطبيك ده ممكن يكون في ال education ممكن يكون في science ممكن يكون في finance فتقدر تسأل في اي حاجة متخصصة وهو يديك اجابة عليها بالنسبة لي create mode زي ما احنا شايفين متعلق بتحويل idea لvisuals او صورة text to image فانت هنا ممكن ان انت نجرب كده ناخد مثلا مثال زي ده ممكن كمان تستخدمه في عمل لوجو او يوحيلك بلوجو معين عايز تصممه فممكن انك انت تكتب انت عايز ايه استحنا هنا بناخد example سريع علشان نشوف الquality بتاعته في rendering شكل عامل ازاي هل هي كويسة ولا لا طبعا في ال image نصحتي انت عندك bing يعني image creator ممتاز جدا 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 فيو يعني انا من وجهة نظري لا مش الاوتبوت بتاعه مزاي مثلا bing اوكي ولكن انت ممكن تستفيد منه في حاجات تانية زي ما احنا قلنا من شوية ده بالنسبة لي you.com تقدر اند وقت تخش وتجرب وتقول لي رأيك في التعليقات واتمانا تكونوا استفدتم من فيديو النهاردة على قناة info take for you ولكنت بتشوفنا الاول مرة ادعوك ان انت تشوف بقية الفيديوهات على القناة ان شاء الله هتستفيدوا ما تنساش تعمل subscribe لقناة فعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ولكنت من متابعينا الاعزاء ما تنساش لايك وشيروا الكومنت دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة